سياطة لقوة محمد زكي خاليني أسأل حضرتك في البداية انتهاك واستغلال وانتحال صفة مسؤول كبير في الدولة كيف ترى هذه الظاهرة وكيف يمكن التعامل معها أمنياً وهل فعلاً إحنا أمام الظاهرة يا فندم هذه الفترة تحديداً انتحال شخصيات أفراد في جهات سيادية أو غيرها لتسهيل عملية النصب بشكل أو بأكثر بسم الله الرحمن الرحيم شوفي هذا السؤال علشان نقدر نتابعه لازم نعرف أن هناك أطراف متعددة في هذه العملية أول طرف هو الطرف اللي بيقوم بعملية النصب من خلال انتحال شخصي الطرف الآخر هو الطرف اللي عايز يتربح من خلال علاقته بهذا الشخص الأول طيب مش ده مش كده بس ده انت بتلاقي برضى النظر لأننا دلوقتي في عالم قرية عالمية صغيرة هتلاقي الجرائم اللي هي من خلال الانترنت صحيح هتلاقي انك انت مثلا يتبعت لك رسالة بتقول لك ان انت قررنا في البنك الأهلي عدم تجديد أو التعامل مع بطاقاتكم نظرا لعدم تحديث البيانات وحط التليفون والناس تبعت البيانات طيب البنك عنده التليفون وبيقولك وبيتكلمك وده دي نقطة النقطة التانية ان بيبقى فيه الطرف ضعيف اللي هو المتلقي اللي هو بيساعد الطرف الاولاني بمعنى انه يفتقد مصداقية الاجهزة الرسمية اللي هو هيتعامل معها هو من جواه ما جربهاش وحطط لها وهم كده ان هي مش هتديله حقه فيبتدي ينحاز او يتوجه الى ناس مخصصة لانها تضحك عليه ويبقى مخصوط جدا ونشأت من خلال كده زوار مجتمعية مش بس مسؤولين زي صاهرة المستريح كويس ودي يعني بتدي خلل في التوازن المجتمعي التوازن المجتمعي لما بص لايه وقالك مستريح كذا اواخد ستين مليون في سبعة ايام دقيقة يعني حاجة غريبة فاذا لابد نبقى عارفين انه يستم استثمار جهل المتعامل واستثمار عدم شعوره بالاطمئنان للقنوات الشرعية السليمة جدا ولجوءه الى واه من خلال وظيفة عظيمة جدا او من خلال شخص هو بيتواه انه هو هذا الشخص او تربح سهلي يعني شوفي هي ما فهم التربح التربح هنا يرجع الى الامية ويرجع الى عدم الثقة في مصدقية الاداء التنفيذي علشان خطر انه هو ياخد حقه فبيعتبر انه لجوءه الى احد المصابين او الى احد مدعوه الالصلة بالجهات ترجمة نانسي قنقر